بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الجزء السادس والأخير من الدرس الخامس حول اقتزال القصور التي تحتوي على مقادير جبرية وفي البداية أحب أن أنوه إلى خطأ أراه كثيرا وهو طريقة خاطئة في الاقتصار فمثلا لو قلنا خمسة ناقص وي تربيع على وي تربيع مجدت بعضهم يختصر وي تربيع مع وي تربيع ويقول لك أن هذا يساوي خمسة ناقص واحد على واحد أي يساوي أربعة وهذا بالطبع خطأ لأن القاعدة لو أنكم تذكرتم كانت كالآتي C ضرب A على C ضرب B يساوي A على B فلا يمكن أن نحذف C من البسط والمقام إلا إذا كانت مشتركة في كل البسط وفي كل المقام فلو كان البسط والمقام مقادير متعددة لابد أن يكون هذا المقدار C موجود في كل الحدود التي في البسط وكذلك في كل الحدود التي في المقام ولكن الحل الصحيح لهذه المسألة يكون كالآتي هذا يساوي خمسة نوزع البسط على المقام على وي تربيع ناقص وي تربيع على وي تربيع وهنا يمكننا حذف وي تربيع مع وي تربيع وهذا يساوي خمسة على وي تربيع ناقص واحد الآن مع مثالين لتوضيح كيفية اقتصار المقادير التي تحتوي على كثور ففي المقدار الأول X تربيع ناقص 6X زائد 9 هذا مربع كامل كيف عرفنا أن جذر الأول X والثاني ثلاثة والحد الأوسط هو ضعف حاصل ضربهما في بعضهما 3X في 2 ب6X إذن فهنا قوس مربع هنا جذر العدد الأول X وهنا جذر الثاني ثلاثة والإشارة هنا نفس إشارة الحد الأوسط سالبة أما في المقام فهو فرق بين المربعين X ناقص ثلاثة في X زائد ثلاثة هنا يمكننا حذف X ناقص ثلاثة من المقام مع البست لماذا؟ لأن البست يوجد فيه X ناقص ثلاثة مقررا تربيع معناها مضروف في نفسه مرة فنحذف قوس من المقام مع قوس في البست فتبقى عندنا X ناقص ثلاثة على X زائد ثلاثة وللحتياط نقول أن X لا تساوي سالب ثلاثة لماذا؟ لأن لو عوضنا عن X بسالب ثلاثة فإن هذا سيجعل المقام صفرا وهو الأمر المرفوض أن نقسم على صفر في المسألة الأخيرة X تكعيب ناقص واحد على X تربيع ناقص واحد في البست فرق بين مكعبين إذن جذر الأول هو X وجذر الأخير هو واحد والإشارة سالب كما هي أما القوس الكبير مربع X تربيع مربع الواحد واحد وهما موجبين دائما أما الحد الأوسط هو حص الضرب الأول في الثاني X في واحد بX وتكون عكس الإشارة موجبة المقام هو فرق بين مربعين X ناقص واحد في X زائد واحد إذن يمكننا الآن حذف القوس X ناقص واحد من البست والمقام فيكون النتج أنها أي X تربيع زائد X زائد واحد على X زائد واحد وهنا أيضا نحطات نقول بشرط أن X لا تساوي سالب واحد لماذا؟ لأن سالب واحد يجعل القسم هنا على صفر وهي أمر طبعا كما تعلمون مرفوض ترجمة نانسي قنقر